السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي طوب أحمر مكسر هل ممكن أن أطحنه وأستعمله كتربة زراعية بإضافته على الطين والرمل؟ وشكرا سؤال طرحه علينا أحد متابعي القناة أولا لنتعرف على الطوب الأحمر المكسر الطوب الأحمر معروف بكثرة في البناء لقوته وصلابته وتحمله للضغط يستخدم كذلك في تزيين الحضائق والديكور لتحمله الرطوبة والحرارة بين يدي الآن طوب أحمر مكسر جاهز للإستعمال في تزيين الحضائق ويوجد في عدة أحجام فالطوب الكبير يستعمل كممرات ومسارات للمشي وسط الحديقة ولتزيين محيط الأشجار ولعمل مدفأة أو مشوات وسط الحديقة والسعمالات أخرى لا حصر لها إذن يمكن استغلال الطوب في الحديقة لكن نعود الآن للسؤال هل يمكن أن نحطه مع التربة ونزرع فيه؟ الجواب لا لكن أعيده لكن يمكن استغلاله في عدة أشياء مثلا تصريف ماء الري الزائد بوضعه أسفل الوعاء كطبقة أولى ثم نضع فوقه التربة يعني بنفس الطريقة التي استعملنا بها كرات الطين هناك طريقة أخرى لإستغلال الطوب الأحمر في الزراعة وذلك بالزراعة فيه كأحواض بهذه الطريقة يعني نستغل الطوب الأحمر كأحواض للزراعة أما استعماله كوسط زراعي بخلطه مع التربة فهذا خطأ صحيح أن الطوب مادة طبيعية مكونة من صرصال ورمل وماء لكن الزراعة فيها ستشكل عائقا أمام نمو الجذور بشكل جيد وستعيق النبات ككل لذلك لا يجب أن تكون مقيد لأن الإختيارات كثيرة ومتنوعة فيمكننا الزراعة في الرمل بعد غسله والتخلص من الأملاح يمكننا الزراعة في تربة الغابة يمكننا الزراعة في تربة الحقول عندما نتوجه للبادية نزرع كذلك في التربة الطينية والكمبوست النباتي الذي نعده فقط في البيت يمكن أيضا عمل بيتموس فقط من أوراق الشجر وقد تطرقت لكل هذه المواضيع سابقا على قناة بضرة أتمنى أن تكون الإجابة كافية وشافية وأن نكون عند حسن ظنكم فينا كان معكم أخوكم توفيق إلى اللقاء